أعزائي طلاب الصف العاشر يسرني أن أخدم إليكم لوم درسا من دروس النصوص وهو يا ليل الصف الأهداف التي يمكن تقيقها في هذا الدرس أن يقرأ الطالب النص فراتا شهرية متبثلا للمعنى يوضح معاني المفردات الصعبة يستنتج أفكار الدرس الجزئية يشرع الصور الفنية والأساليب اللغوية يا ليل الصب هذا النص الشعري من الشاعر وماذا تعرف عنه إنه أبو الحسن عن القيرواني الحصري نكب في طفولته بفقد أمه وفقد بصري وفقد والده في مطلع شبابه عاش في القيروان ثم وانتقل إلى سفة واشتغر فيها شاعرا ثم عاد إلى طنجة وتوفي فيها مناسبة هذا النص يمدع فيها الشاعر الأمير أبي عبد الرحمن أبي عبد الرحمن محمد بن الطاهر حاكم مرسيا وهذه أبيات من هذه القصيدة ما الذي يعرضه الشاعر في هذه الأبيات أو في هذا النص النص يدور حول معاني الغازل التقليدية وما تضمنه من صبابة تسببه من أرق وقلق وشوق وما يتبع ذلك من شرق ولأن القصيدة ذات قيمة كبيرة فقد عارضها كثير من الشعراء في العصر الحديث من أحمد شوقي أبو القاسم الشابي وبشارة عزائي الطلاب هذا النص قسمناه إلى خمسة أقسام وفق عناصر النص الفرعية سنحاول شرعها إن شاء الله في القسم الأول سنتناول منجات الشاعر للليل قسم الثاني أو البيت الثاني إلى الثالث سنتناول حال الشاعر العاشر في القسم الثالث من البيت الرابع حتى الحادي عشر تحدث عن الصفات المحبوبة في البيت الثاني عشر يتناول الشاعر دفاعه عن محبوبته في القسم الخامس من البيت الثالث عشر حتى التاسع عشر يتناول الشاعر أهل الحب والغرام القسم الأول يا ليل الصب متى غده أقيام الساعة موعده ما الفكرة التي يريد أن يبرزها الشاعر في هذا البيت ومناجات الشاعر للليل الشاعر يناجي الليل يتحدث للليل المفردات الصعبة الصب هو العاشر والساعة يوم القيامة وهنا دلالة على البعد يبدأ الشاعر قصيدته في لداء الليل وكان بينهما ودر ومعارفة ليسأله متى لقاء الأحبة يكون غدا هذه الليلة غدا يا صباح غدا أم إنه بعيد كقيام الساعة الأسريب والصور الفنية يا ليل الصب متى غده استعارة مكنية الصور الفنية استعارة مكنية من الأسلوب يا ليل الصب متى غده أسلوب إنشاء الطلب صيغة النداء والاستفام يا ليل النداء متى غده هو الاستفام قسم الثاني أو الجود الثاني يتناول فيه الشاعر بيتين يتناول فيهم الشاعر حال الشاعر العاشر وصف لحال الشاعر العاشر رقد السمار فأرقه أسف للبين يردده ففكاه النجم ورق له مما يرعاه ويرصده الصمار جمع سامر وهو الساهر ليلا والبين هو الفراق يتابع الشاعر حديثه مع الليل فيقول لقد نام الصمار ورقده إلا أنا الرقني فراق الأحبة وشاركته النجوم حين ظل يطالعها فبكت عليه ورقت لحاله وقال طول صار من الصور الفنية في هذه البيتين أرقه أسف بكاه النجم السعارة مكنية تفيد التشخيص حيث جعل الأسف والنجم شخصين أسف أرقه أسف وبكاه النجم النجم في القسم الثالث يصف الشاعر المحبوة ماذا يقول كالف بغزال ذي هيف خوف الواشين يشرده نصبت عيناي له شركا في النوم فعز تصيده وكفى عجبا أني قنص للسرب سباني أغياده ينضو من مقلته سيفا وكأن نعاسا يغمده فيريخ دم العشاق به والويل لمن يتقلده كلا كلا لا ذنب لمن قتلت عيناه ولم تقتل يده يا من جحدت عيناه دمي وعلى خديه تورده خداك قد اعترفها بالنبي فعلى مجفونك تجحده هذه الأبيعة تبين صفات المحبوبة فالفكرة الجزية هنا صفات المحبوبة المفردات الصعبة كالف أي متعلق ذي هيف رقيق الخصف الواشين جمع واش وهو الحاسد والحسان شركا الفخ قنص صياد ماهر أغياده مائل العنق المتثني في نعومة ينضو يستل أو يخرج يغمده يعيده إلى غمده يتقلده يحمله تجحده تنكره ويغضي الشعر للليل بسر يؤرقه يمنع عنه النوم ذلك أنه مولع ومغرم بفتاة لها من الصفات فيكنها غزان ذات خسر ضامر وبطن رشيق لاحظنا الشعر هنا ستؤثر بالشعراء القدامى من العرب في إبراز وصف المحبوبة بالغزال أو بالضب رقة الخصر شعقة الحركة وهو يرفض لقاءها خوفا من الواشين الحسان أن يتحدثوا عنها بسوء وبما أنه عزت عليه رؤيتها فأنه يتخيلها وطيف ألا يمكن رؤيته رغم كونه صيادا ماهر جميلة العينين نصب لها فخا لاستيادها في النوم فلم يستطع وهي كذلك في الحقيقة وهي ذات خدود حمراء كالف قانص صيغة مبالغة الواشين اسم فاعل من وشا سيفا اسم آلة جميلة من الأساليب يا من جحدت عينها لداء فعلى ما جفونك تجحده استفهام من الصور الجميلة الاشتعار في قوله كالف بغزان نصبت عيناه سبايا غياده ينضو من مقلتي سيفا قتلت عيناه جحدت عيناه خداك قد اعترفا بدم جفونك تجحده كل هذه استعارات التشبيه أني خالص أما في القسم الرابع أو في الجزء الرابع فالشاعر يبرئ محبوبته من قتله فيقول أو متعبداً أو متعبداً إني لا أعيدك من قتلي اسلوب توكيد استخدم إن واللعب إني لا أعيد الجزء الثالث أو الرابع بالله هفل المشتاق قرر فلعل خيالك يسعده ما ضرك لو دويت ضرن صب يدنيك وتبعده وغداً يقضي أو بعد غد هل من نظر يتزوده الشاعر يطلب شيئاً من محبوبته يطلب منها شيئاً ما الذي يطلبهم منها من محبوبته هب فعل أمر من الفعل وهب أي بمعنى إمنح أو أعطني كرى نعاس هو لا يعرفه النوم فهو يطلب منها أن تتركه لينام ضنى تعب ومشقة يقضي يموت يطلب الشاعر من محبوبته أن توفر له النوم لماذا؟ ليراه في منامه فيسعد برعيه وهو لا يستطيع رعيته في الحقيقة مداواتي مما هو فيه من شوق وحنين فهو يتقرب إليه وهي تبعد عنه ثلاثة أن تمكنه من النظر إليه تمكنه من النظر إليه ليراه ليتزود بذلك في حياته قبل أن يموت من اللغة والأساليب والصور المشتاق اسم مفعول هب اسلوب شاء طلبي صيغة الأمر ما درك هل من نظر اسلوب شاء طلبي صيغة الاستفهام وغدا يقضي كان يعني الموت وغدا يقضي يدنيك وتبعده طبعا في الجزء الخامس والأخير من هذا المصر نقرأ يا أهل الشوق لنا شرق بالدمع يفيض مورده يهوى المشتاق لقاءكم وصروف الدهر تبعده ما أحلى الوصل وعدبه لو لا الأيام تنكده بالبين وبالهجران فيالف آدك كيف تجلده شاعر يتحدث عن أهل الحب والغراب إذن الفكرة الجزئية أهل الحب والغراب الكلمات الصعبة شارق أو شرق وغص بالشيء من طعام أو شراب في الحلق يفيض يزيد صروف جام صرف والصروف ينوائب الدهر ومصائبه تنكده تجر عليه شررا البين المصيب أو الفراق تجلده تحمله وتصوره يغاطب الشاعر محبوبته قائلا إن الشوق لها شرق شرق امتزج بدموع تزداد هطلا كل ما هاجه الشوق إلى اللقاء لكن المصائب والمصائب تحول دون ذلك فما أحلى وأعذب اللقاء بالأحبة لو لمصائب الحياة من هجر وفراق فكيف تحمل قلبك المحب كل ذلك من اللغة والأساليب والصور يا أهل الشوق أسلوب إنشاء طلب صيغة النداء ما أحلى الوصل وعدبه ما أحلى الوصل وعدبه أسلوب إنشاء غير طلب صيغة التعجب كيف تجلده أسلوب إنشاء طلب صيغة الاستفهام ومن الاستعارات يا أهل الشوق صروف الدهر تباعده ما أحلى الوصل الأيام تنكده أما المشتقات فمورده والمشتاق اسمه مفاق وهكذا عزي طلاب الصف العاشر نكون قد انتهينا من شرح نص يا ليل الصب فإلى اللقاء في درس آخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا